كبيرة جدا لأي مدرب الكرة عالية وأمامية باتجاه ألو ديانج لمها بشكل سليم ألو ديانج المالي بيحاول لا زال يحتفظ بالكرة موسم خامس مع النادي الأهلي بير ستاوي يلا نبدأ هيا بنا نبدأ يا الأهلي الكرة ملعوبة الكرة ملعوبة على الجاهة اليمنى وتهديدا كانت من قدم كبومبي لكنها بتتخلص بتعود على الجاهة اليسرى كريم مأد بيس الكرة لازالت وعدت إلى خارج الملعب ضربت مرمى لصالح وسبعة قبل ثلاثين عاما من تأسيس النادي تنزاني سيمبا الكرة الاملعوبة لازالت قائمة إلى خارج الملعب ضربة ركنية كان يفعه في اللقطة الماضية الكرة الاملعوبة مرتدة لصالح سيمبا أمامية خطرة لازالت تسدى تصل للشناول وصلت للشناول ويبقى النادي الأهلي هو حقيقة يعني الأيقونة التاريخية المهمة جدا جهة سابعة بين الفريقين في تكافؤ كبير من ناحية المواجهات هذه كرة لازالت لشامة بيحاول لكن ياسر إبراهيم بيخلصها صاحب ثنائية في كاس العالم الأندية كانت في مرمى التي كانت في الكاميرون ومن أصغر الحكام على صعيد القارة هذه كرة ملعوبة الآن شامة بمشية المحاولة المرور جميل ولكنه أفقي ليس باتجاه المرمى محمد حسين على الجهة اليوسرى لمصعد سيمبا عالية وعرضية سالة لدفاع النادي الآلي الدبيس بيخلصها الكرة من أفشي السلام مشاها على الجهة اليوسرى يلا لكوكا كوكا معاك بيرسيتا ولعبها يلا يا كهربا أمام المرمى ولكن سيطر عليها علي خاتورو حارس المرمى الأفريقية للواجهة الكرة ملعوبة عالية وأمامية ياسر إبراهيم بيخلصها بشكل ممتاز تقد شيء من الخيال من الخيال هذه كرة ملعوبة كوكا على الجهة اليوسرى بمشي حلوة للنادي الأهلي يروح أمام المرمى لا زالت قايمة ملعوبة ولكنها جيش الملكي السابق مرت بشكل ممتاز رضا لعبها ولكن اصطدمت بحارس المرمى ثم بقلب الدفاع قادر بإذن الله النادي الأهلي على تسجيل أول أهداف البطولة على أول أهداف البطولة يا سلام يا سلام يا سلام تعمله يلا يا كهربا يا سلام كهربا لا 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 يا ابن عبد المنعم لا 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 ما لكشي حاء في اللقطة الماضية يا كهربا ما لولفولت نازل في اللقطة الماضية يا كهربا لكن شوف اللي عملت بيس في اللقطة الماضية وتقدم الرائع المميز ولكن يعني كهربا عملت الأولى حلوة الأولى في أنك غير متسلل والثانية في الاستقبال والثانية ماشي ولا واحدة يا السلام لا 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 هو أنت كهربا يا رفوق وعليمين ورايحة أيضا اختراق آخر يا السلام فيها شك فيها شك لكن بيرسيتاو لعبها وأهدرها يا سلام يا أفشي يا سلام يا أفشي على اللقطة الماضية وعلى مر الزمن والتاريخ لا تنحمي إلا لخالقها أليس كذلك يا رضا أليس كذلك يا رضا داخل شوف النادي الأهلي يلعب بشكل رائع جدا هذه فرصة هدف أيضا أني أتحدث عن ثلاثة صفر في ثمانتاشر دقيقة يا النادي الأهلي ما هذه الرحمة لما أعتد أن أرى النادي الأهلي على الجاة اليسرى أنتي باوزون كيزا باوزون كيزا بيلعبها عالية وعرضيا أحضر ممتاز ممتاز كريم سيمبا يحاول اللعب المباشر اللعب المباشر هذه الكرة الآن لازالت قائمة محمد هاني يبعد ليس بالمستوى المطلوب رجعت الكرة بتحود أجامع تتسدد الكرة والشناوي بيسيطر عليها ثقة لما يكون لديك حارس بقيمة هذا الحارس يعني فتمنى أن الأيام تتباطع كي لا يدخل في في عمر أكبر الآن وصل ل34 سنة ياسر إبراهيم إلى محمد هاني على الجاة اليمنى مباشرة هذه أمامية باتجاهها أليوود أل جيانك يعمل المفاجأة التكتكية والزيادة خذها وتقدم وللنادي الأهلي ملعوبة مات يلا يا كهرباء مطالبة في ركلة جزاء أساساً اللقطة الأولى اللي كان فيها لمسة يد ما جاءت لعادة الكرة الجاة اليمنى انتقى للعب الآن لمصرح فريق نادي سيمبا أول وصول على هذه الجهة كرة عالية عرضية داخل منطقة الجزاء محمد هاني بيخلصها بتعود مرة ثانية انقومة في منتصف الملعب انقومة عمامية خلف المدافعين الكرة بتصل للشناوي سهلة وصلت للشناوي سهلة سيطر عليها محمد الشناوي حاول الكرة مشت للندل مشيها مشيها خلصوها يا الاهلاوية خلصوها يا الاهلاوية الله لن تكون اقوى بطولات افريقيا ان لم يكن الافتتاح بسيد افريقيا رضا يسلم وكهربا يشرلها والنادي الاهلي يتقدم بأول اهداف المباراة الاهليا السلام تحدم في نهاية شوط المباراة الاول ليؤكد بان القارة السمراء هي قارة وانحمراء هي للنادي الاهلي الاهلي يتقدم كهربا السست هي رضا حطها ايه 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 جمالك يا الاهلي اهتلالك يا الاهلي النادي الاهلي يتقدم بأول اهداف المباراة مفروف ثلاثة واربعة وخمسة ولكن الاهلي على غير العادة اما الجديدك ايه يا الاهلي الجديد الاهلي هو اديمه اديمه وجديدك او قديمك نديمك لو الزمان اغناك الكرة بتتخلص تصل الان النادي الاهلي يتقدم بهدف مقابل لا شيء ويلعب في بطولة قارية اربعمية واربع عشر مباراة كرة اول اخطاء النادي الاهلي اللي تعلق عن هدف لمصلحة سيمبا التنزاني الذي يسجل عن طريق دينيس كيمبو دينيس كيمبو يسجل اللاعب التنزاني صاحب الارمع وعشرين سنة ليشعل مدرجات من يمين مكابا ويعلن عن هدف التعادل شوف شوف هذه الكرة داخل منطقة الجزاء المتابعة الخطأ الكبير الخطأ الكبير كانت التقنية مفرومة تكون حاضرة لان اعربيع ترك مكانه في اللقطة الماضية لاتغذية واترك وحيدا اعكيبو ليسجل هدف التعادل واحد واحد اذا كيمبو بعد ما احتفل حسب الالم في رأس السلامات ان شاء الله كربت اللعب عظيم وهدف ثاني مباغت مباغت لسيمبا سيمبا يسجل عن طريق كانوته هدف ثاني الان بعد اربع دقائق من الهدف الاول وايضا بكرة الان بيئة تقدم بالهدف الثاني حطها حطها نكاتيه والصناعة كانت جميلة من انيتي باسون كيزا والتقدم الان بالهدف الثاني ماذا حدث للنادي الاهلي من حالة من عدم التركيز والتراجع يتقدم سيمبا الان يتقدم سيمبا الان حدث الشيء الغير متوقع بناء على سير المباراة 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 ترجمة نانسي قنقر